اشتركوا في القناة فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونقصد هنا بكتاب الله ليس القرآن الذي هو بين أيدينا لأن هذا الرجل نبأه من أخبار بني إسرائيل أو في بني إسرائيل أو كان فيه ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين فأزه الشيطان إلى المعاصي أزه فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين يقول هذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه فلهذا قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه ولكنه فعل ما يقتضي الخزلان فأخلد إلى الأرض فعل ما يقتضي الخزلان فأخلد إلى الأرض أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية واتبع هواه وترك طاعة مولاه فمثله أي في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي لا يزال لاهثا في كل حال وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيتنا يعني بعد أن ساقها الله إليهم فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله فقصص القصص لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا وقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي فإن مثلهم مثل السوء وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد يعني كي لا يعملوا مثل عمله ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم وأن ذلك رفعه من الله لصاحبه وعصمه من الشيطان والترهيب من عدم العلم به من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية والإضلال من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكرهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي أي هو المهتدي حقا لأنه آثر هدايته تعالى ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون أي لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وهذه الآيات فيها درس مهم جدا قد أشار الشيخ إليه وهي الانتباه للنعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العبد وأعظم النعم على الإطلاق نعمة الدين فإذا علمك الله عز وجل شيئا من القرآن وشيئا من السنة فاحرص على العمل بها حتى ترتفع وترتقي وتكون من أولياء الله عز وجل وأحبابه وإذا أخلد الإنسان إلى الأرض بشهواتها وانشغل بتحصيل المال والشهوات والمنصب والجاه عن ذلك وعن حظه الأخروي والعياذ بالله تعالى فإنه يسفل ويصير كحال هذا الشخص والعياذ بالله ربما يصير حاله كحاله متطابقا والعياذ بالله وربما يكون فيه شيء من أوصافه ولذا ينبغي على الإنسان أن يكتهد في تعلم الوحي كتابا وسنة وأن يطبق ذلك واقعا معاشا حياتيا أخلاقا وأوصافا وأن ينتبه لكل آية وكل حديث علمه الله عز وجل إياها ووفقه لتحصيلها أنه مسؤول عنها ومحاسب يوم القيامة فينتبه لهذا الأمر ويبحث في نفسه وفي أخلاقه وفي سلوكياته كذلك ينتبه من اتباع الهوى ويحذر اتباع الهوى لأنه من أسباب الخذلان والعياذ بالله تعالى وعليه أن يكتهد في سؤال الهداية من الله وأن يستعيذ به من الضلال فالهداية والإضلال بيده وحده لأنه الحكيم العليم يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى جل شأنه قلوا قولي هذا والسغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين